لما تقول الكارثة العالمية طبعا ده يعني مرجع تاني أو فكرة تاني عن الطفان العالمي طبعا لأن الطفان ما كانش حاجة محلية لأنه غطى أعالي جبال نعم بمقدار 15 ذراع عشان تغطي أعلى جبل لازم تغطي كل الجبال عشان وأنا بتذكر إحنا برضو كمان فيك ترجع لهذه الحلقة فلك نوح إنه إذا ذكرت بساعتني إنه كانت الجبال مش عالية مثل اللي إحنا منشوفها اليوم فالشيء تغير يعني في طبقات الأرض أو كشرة الأرض اللي خلت جبال تنزل أو أرض تنزل وجبال تطلع إلى آخرين لأن بعض الجبال تكونت لأن التكتونيك بليتس دي خبطت في بعض فرفعيتهم يعني الهيملايا دي عبارة عن تكتونيك بليتس بتاع الأريبيا وبتاع الإنديان تكتونيك بليتس خبطوا في بعض ورفعوا الجبل وفي قمة الجبل ده بنلاقي كائنات متحفرة مائية وأنا شفتها في ألاسكا يعني ديش بعيدة ألاسكا عن الأحداث في أعالي الجبال يعني ما فيش طريقة توصلها إلا في الهيليكوبتر وفعلا بوروك المتحجرات البتريفايد يعني تشوف سمك أو قواقع أو إشياء طب شو اللي وصل السمك لفوق ما فيش أسنصير ولا سلم تطلع عليه معنى أنه كان مغطى بالمية بس ييجوا بقى يقولك إيه طيب الجبال الهيملايا دي عالية جدا عشان تغطيها أنت محتاج كمية مية مهولة تمام؟ بالنوم جبل الهيملايا دي تكون نتيجة الطفان ما كانش موجود قبل الطفان التكتونيك بليتس دي لما خبطت في بعض بس الدليل أن فيه مية غطته الحفريات اللي موجودة على قمة هذا الجبل وده موجود في أماجن كتيرة من العالم